السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا واجهتني مشكلة كنت بأسوي لقاء تمام والضيف يأخذ هذا المايك وأنا أستخدم هذا المايك تمام لكن في مشكلة إن ويندوز ما يقبل إلا على مايك واحد تمام أكثر من مايك ما يقبل ما أدري يعني يمكنني قلة معلوماتي فيه أو شيء كذا لكن وجدت حل تمام إني أخلي المايك هذا يشتغل والمايك هذا يشتغل بنفس الوقت تمام لما أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول للضيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيلقط هنا ويلقط هنا بنفس اللحظة أبوريكم الحين أنا الآن لما أدخل على مسجل الصوت تمام وسجل مثلا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام واجه أنا أستمع دقيقة ما في صوت ما يلقط هنا تمام طيب لو أجرب على المايك هذا فأقول مثلا هذا واخر شوي فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام فيلقط على الميكروفون هذا فقط والثاني ما يلقط عليه أي شيء تمام طيب كيف يعني عالج هذه المشكلة جدا بسيطة ما تحتاج أي جهد تمام طيب أعطيكم برنامج هذا برنامج في حلول كثيرة لكن أنا أعطيكم اللي أنا أسويها يعني إذا كان عندكم محلول نسلونا روابط مقاطع أو شيء تختصرنا عن الشغلة هذه تمام هذا رابط برنامج طبعا بعطيكم إياه في وصف الفيديو نضغط على هذا الخيار تمام ثم على هذا الخيار تمام ثم بدء التحميل الآن نقوم بتنصيبه بشكل عادي حسنا ثم أوافق والتالي التالي 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 إلى نهاية يعني التحميل ثم يقول لك خلاص تم تحميل هذا برنامج سهلة يعني مرة بست كله يعني اللي بس ما يعرف حط التالي 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 تمام بدل النهاء وخلاص تمام أمورك خلاص ثبت معك مجاني بالكامل طبعا طيب الآن لما أروح لم البرامج هذا هو البرنامج أينه؟ أيوه تمام بعدين ماذا أفعل الآن؟ بعد ما يثبت البرنامج عندي أهم نقطة أروح لم لوحة التحكم لوحة التحكم تمام؟ ثم أضغط على الأجهزة والصوت ثم الصوت ثم ثم المكروفونين الاثنين هذا ولي نحط تسجيل تمام؟ هنا خانة تسجيل المكروفونين الاثنين هنا لما أتكلم هنا يرتفع المؤشر هذا تمام؟ و لما أتكلم هنا يرتفع المؤشر هذا فشو بسوي؟ أضغط عليه مرتين أو أقول ما مثلاً لا نضغط عليه مرتين أحسن تمام؟ ثم نحط على إنصات الاستماع إلى هذا الجهاز تطبيق موافق تمام؟ و كذلك هذا نفس الخيار نفس الطريقة نسوي لهيش المكروفونين الاثنين لازم نسوي للمكروفونين الاثنين إنصات الاستماع إلى هذا الجهاز تطبيق موافق تمام؟ الآن نروح للبرنامج طبعاً هذه واجهة البرنامج نروح للم تسجيل الشاشة ثم التسجيل أو عفواً قبل التسجيل في النقطة نسيت أقولها نروح للم الصوت تمام؟ و نحط على نظام تسجيل صوتي نظام تسجيل صوتي نحط عليها صح هذه ضروري نحط عليها صح طيب الآن لما نسجل نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين يرد الضيف و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين كيف الحال إن شاء الله الأمور بخير يرد الضيف والله الأمور مية بالمية و تمام و ما فيش حقه يعني كله بتاعه يعني المهم خلاص الآن نوقف التسجيل بعدين نفتح المجلد المجلد اللي يحتوي فيه التسجيل هذا التسجيل تمام؟ لما نضغط عليها ضغطه هذا هو تسجيلنا نفتحها الآن باستمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين يرد الضيف و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعدين كيف الحال إن شاء الله الأمور بخير يرد الضيف والله الأمور مية بالمية و تمام و ما فيش حقه يعني كله بتاعه يعني المهم طبعا تلاحظون فيه فرق بالتسجيل يعني هذه جودتها مرة خافتة لكن هذا جودتها عالي بحكم السعر سعر هذا يمكن حوال 350 ريال أو شيء زي كذا ما أدري ناسي سعره وهذا ب15 ريال ميكروفون ذا ب15 ريال فآن تجيب ميكروفون كويس يعني مثلا قيمته مثلا 200 أو شيء زي كذا وهذا الثاني قيمته 200 وبيضبط معك 100% طبعا بحكم مثل ما قلنا اختلاف الجودة راح يختلف معك هذا بكل بساطة طيب الآن هو انحفظ على صيغة mp4 mp4 طيب لو انا اسجل مثلا في طريقة مثلا تسجيل الصوت خلني شوف يا السلام عليك هذه اذا بغيت تحفظها كمقطع لكن اذا بغيت تحفظها كصوتا فقط تحت الصوت تمام ونظام تسجيل صوتي بعدين نسجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا تمام الان خلن نفتح المجلد هذا ونستمع نشوفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهكذا تمام على العمو هذا نهاية الشرح انت بتحفظها كفيديو او بتحفظها كصوت شكرا لكم على الاستماع ونراكم في مقاطع قادمة بإذن الله وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات